لا يزال التوتر بين روسيا وأوكرانيا أخذا في التصاعد وصولا إلى إمهال كييف كبار الدبلوماسيين الروس لديها للمغادرة في غضون 72 ساعة هذه الخطوة جاءت في أعقاب احتجاز السلطات الروسية قنصلة أوكرانيا في مدينة سان بيترسبيرغ لساعات قبل أن تطلق صراحة موسكو قالت أن الدبلوماسية الأوكرانية حاول الحصول على معلومات سرية من قاعدة بيانات تابعة لوكلة الأمن الرئيسية في روسيا بما يتنافى مع الأعراف التبلوماسية فيما اعتبرت أوكرانيا ذلك عملا استفزازيا يأتي هذا التطور وسط تصاعد التوترات بين البلدين بسبب التعزيزات العسكرية الروسية على طول الحدود مع شرق أوكرانيا وفي البحر الأسود عمدت روسيا إلى تعزيز وجود سفن حربية حيث عبرت سفينتان روسيتان مضيق البصفور كذلك ذكرت وسائل إعلام روسية أن 15 سفينة صغيرة من الأسطول الروسي في بحر قزوين وصلت إلى البحر الأسود وقالت روسيا إنها ضمن تدريبات التصعيد بين روسيا وأوكرانيا أثار صفحة جديدة من التوتر بين روسيا والغرب فيما فرضت واشنطن عقوبات شملت طرد دبلوماسيين روس وردت موسكو بعقوبات مماثلة